رحب أحضراتكم من جديد في بعض الأسئلة كده والمسائل والأحكام بتتعلق بالصيام أحياناً بتكون إجابتها مش موجودة عند بعض الصائمين ودائماً بيسألوا عن أحكامها وعايزين توضحات لها هنعرف أكتر يا بسانت في الفقرة ديبن الفقرة الدينية يوم الجمعة بعض الأسئلة اللي بتدور في أذهان بعض الصائمين منورنا في الستوديو الشيخ محمد طنطوي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ألهم بيك يا فندم كل سنة وحضرتك طيب منورنا وكل عام وحضرتكم جميعاً بكل خير وساعداً أسئلة كتير جداً موجودة في البيوت المصرية وعايزين نعرف بعض الأحكام الفقهية فيها هسأل يعني حضرتك بداية فكرة اللي من يقضي نهار رمضان نائماً نشوف عادة كده موجودة للأسف إن الواحد يصحى قبل الفطار يفضل نايم طول النهار ويصحى قبل الفطار على طول هل حكمها إيه شرعاً ودينياً؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما علمنا أن أحمد والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراتك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد بالنسبة طبعاً لأحكام الصيام دي حاجات مهمة جداً جداً يجب علينا أن نتنبه بيها وحبين بس نوضح معلومة أن ربنا سبحانه وتعالى وفضل بعض السنوات على بعض ففضل السنة التي ولد فيها النبي على بقية السنوات وفضل بعض الشهور على بعض ففضل رمضان عن بقية الشهور وفضل بعض الأيام على بعض ففضل يوم الجمعة عن بقية الأيام وفضل بعض الليالي على بعض كليلة القدر عن بقية الليالي وفضل بعض الساعات على بعض كساعة الإجابة في يوم الجمعة أما بالنسبة للسؤال الجميل اللي حضرتك ترحته نجيب اختصاراً ثم إجمالاً صيامه صحيح الذي ينام أكثر النهار صيامه صحيح ولكن فوت من الفضل الكثير لأنه أكيد فاته صلاة في صلاة جماعة فده فضل فاته أكيد فاته صدقة ربما كان يتصدق بها نهارا فده فوت عليه فضل كبير أكيد فاته من صلة الرحم لأن التعب والمشقة في الصيام يكون على قدرها الأجر زي ما حضرت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ده للسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاه قال يا عائشة إنما تؤجرين على قدر نصبك أي تعبك ونفقتك يعني على قدر الصدقة اللي حضرتك بتعمله فلذلك بنقول الأفضل للصائم إنه يصوم ويكون صاحي النهار حتى ينال الأجر الكثير طيب نحن نسأل حديك بعض الأسئلة اللي ممكن بتدور في أذهان البعض وخليني أسألك سؤال يمكن بعض النساء عندهم استفسار عنه هل يجوز للإفطار للمرأة اللي بتعمل تلقيح مجهاري يعني هل ده بيفطر ولا لا تمام إحنا بنقول لو توفر من الوقت في غير رمضان إن هي تؤدي التلقيح الصناعي فيه يبقى الأفضل إن هي تقضي في وقت غير وقت نهار رمضان يعني لو ليلا مثلا يبقى أفضل طيب لو كانت الإجراءات تحتم عليها إن هي تتم في نهار رمضان والدكتور بيقول لها أي الطبيب المختص يعني بيقول لها إن لازم حضرتك تفتاري ففي الحالة دي بنقول لها لا مانع وعليها القضاء في أيام أخر بعد أن ينتهي رمضان عليها أن تقضي هذه الأيام ولا يجوز لها أن تخرج فدية يجب عليها القضاء لأن الفدية لا تخرج قضاء فقط ولا قضاء فدية لا القضاء فقط لا فدية عليها الفدية تخرج في حالة لو كانت لقدر الله عندها مرض مزمن لا تستطيع أن تقضي معه أبدا الصيام ففي الحالة دي بتخرج فدية عن اليوم إطعام مسكين طيب على ذكر المرض المزمن بعض المصابين بالأمراض المزمنة زي مرض السكري أو الارتفاع ضغط الدم بيدور سؤالك لبعض المرضى اللي بتناولوا حقن الأنسولين هل حقنة الأنسولين تفطر أو لا تفطر إمتى يعني أخذ هذه الحقنة شايف الحكم شرع بالنسبة لجميع الحقن العضلية لا تفطر لأنها ليها ضابط كده عندنا إيه اللي ليها ضابط عندنا إن الحقنة تدخل من منفذ غير مفتوح وغير معتاد لم تدخل عن طريق الفم لم تدخل عن طريق الأنف ووصلت إلى المعدة فطالما هي دخلت عن منفذ غير مفتوح وغير معتاد فهي لا تفطر فيجوز لأصحاب الأمراض المزمنة المحتاجين يخدوا الحقن دي أنهم يخدوها أثناء الصيام في نهار رمضان لا يمنع ولا يمنع ولا يفطر يعني دايما بنقول كده على بعض الحاجات إنه لازم نصوم منها غير الأكل والشرب فنصوم عن أزية الناس نصوم عن الكتب نصوم عن الحاجات ذي كلها هل النهار ده لو رجل نظر للمرأة أكتر من مرة ومتعمد أنه ينظر إليها خلني أقول بشهوة شوية هل ده يفطروا؟ طيب كلام حضرتك يعني وجيه إن الإنسان يجب عليه أن يورثه الصيام التقوى لأن الله سبحانه وتعالى قال لعلكم تتقون فيجب على الإنسان طبعا أن يبتعد عن كل ما من شأنه أن ينقص أجره فمسألة النظر إلى المرأة النظر إليها بشهوة لا يترتب على هذا النظر أنه يفطر لكن يترتب عليه نقصان أجره يترتب عليه نقصان أجر الصائم فإذا ترتب عليه نقصان الأجر يبقى هو فقط جزء من اللي هو عاوز يحصله أثناء الصيام تمام؟ طيب من الأسئلة كمان اللي بتدور في الأذهان قطرة العين نعم قطرة العين لا تفطر لا تفطر لا تفطر حتى وإن استشعر طعمها في حلقة لأنها ربما تكون كتتصربة أو الأنف حتى ساعات بتدخل الأنف لا الأنف منفذ مفتوح إذا وصلت للحلق فده معناه أن هي هتفطر لكن إذا لم تتجاوز الخيشون إذا لم تتجاوز نهاية الأنف فلا مانع لأن الأنف منفذ مفتوح لكن قطرة الأنف فيها مشكلة نعم نعم طيب لو حد يعني حصل قدامه حدثة ومحتاج دلوقتي حالا يتبرع بالدم هل ده يبطل صيامه؟ لا العبرته بالداخلي لا بالخارج فالدم ده خارج مش داخل فلا مانع أنه يتبرع بالدم وصيامه صحيح نعم استخدام أيضا الكريمات للمرأة يعني بشكل أكبر فيها إيه؟ فيها إيه هل ده يفطر ولا؟ إذا قلت بالأسئلة اللي بتجن كتير لا لا ما بيفطرش لأنها لم تدخل من منفذ مفتوح ده هي بيمتصها الجلد وبالإضافة كمان أن بقية هذه الأمور يعني الذي يوضع على الرأس مثلا زيت الشعر الحناء لا تفطر الكحل لا يفطر مرطي بالشفاه لا يفطر كل هذه الأمور لأنها لم تدخل من منفذ معتاد مفتوح فهي لا تفطر الصائم طيب الناس اللي بتقعد في قعدات فيها يعني ممكن مثلا إيه؟ بعض الناس تروح الشغل كده الصبح وبيبقوا عادين أعرف في نهار رمضان شوية بيبقى الناس مش عايزة تشتغل مش عايزة يبقى عندها كده بتقولك لا أنا هوفر الطاقة بتاعتي حكم أن أنا ما بقاش عندي أو ما ديش مية في المية من طاقتي لشغلي لأولادي لبيتي هل ده أنا مش هقول بيفطر لكن قد إيه بينقص من أجر الصائم؟ تمام هو كل إنسان له طاقة ويجب أن يعمل على قدر طاقته لا فوقها ولا أقل منه لأن الله سبحانه وتعالى يكافئ كل إنسان على قدر عملي وعلى قدر مشقة وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون إذن فالله عز وجل يرى عملك رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلع على عملك وكذلك المؤمنون يطلعون على العمل فإن قصر الإنسان في عمله فقد كان أجر صوم هذا الشخص أيضا ناقصا لأن الصوم يورس الطقوة ويورس النشاط النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية النشاط بل لو نظرنا لحضرتك لكثير جدا من الفتوحات كانت في شهر رمضان لو نظرنا إلى العاشر من رمضان اللي حصل نصر تلاتة وسبعين نصر تلاتة وسبعين كان في شهر الصيام لو نظرنا إلى اكتهاد العباد في قيام الليل وفي التهجد وفي الصدقات وفي ممارسة بعض الرياضات ينشط الإنسان في رمضان عن غيره من بقية الشهور لأن الصيام يورس النشاط لا يورس الكسر وكذلك بقية العبادات من الأسئلة أيضا فطلت الشيخ اللي بتجينا شم الروائح النفاذة أو الروائح الثقيلة نعم ده لا يفطر طبعا لا حتى لو فيه تعامد أن أنا أجتم مثل هذه الروائح هو طبعا ما فيش مانع خالص لأنها دي روائح ليس لها جسم بيسموها كده ليس لها جرم يستقر في المعدة وده بخلاف الدخان يعني الروائح الطيبة ليس لها جرم يستقر في جوف الإنسان أما التدخين ده شيء مختلف فضلا عن كونه غير مباح وفيه ضرر كبير بسبب التدخين بيقع على صحة الناس والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار وبرغم من الأبحاث الطبية اللي وضحت لنا هذا الضرر إلا أن الأطباء قالوا أن التدخين أو التبغ حينما يحرق يكون جسم هذا الجسم يستقر بعد الحرق في جسم الإنسان هو اللي بيسبب له الفطور أو يسبب له اللزة الوهمية التي يستشعرها المدخن أو المتعاطي لمثل هذه الأمور أنت أقول حجامة في نهار رمضان هل بتفتر؟ لا ما بتفترش بشرط أن ما يترتبش عليها ضرر للشخص الذي يقوم بعمل الحجامة لأنه ممكن يترتب عليها أنه يضعف أنه مثلا يبقى مش قادر أنه يكمل صيام اليوم ففي الحالة دي نقول له لا لو الأمر هيصيب صيامك بشيء فانت أجله لما بعد النهار يعني ليلا أو في غير رمضان حكم من يفتر في رمضان دون عذر متعمدا يعني هنا برضو في أسئلة بتيجي واجبت عليه الكفارة أم كيف يمكن أن يقضي هذا اليوم إذا فأفتر متعمدا لظرف ما كيف يتم التعامل معه نعم الذي يفتر متعمدا في نهار رمضان آثم بإجماع العلماء لأنه قد خالف ما فرضه الله وأوجبه فوقع عليه الإثم ولكن بالرغم من وقوع الإثم عليه إلا أنه ليس عليه الكفارة على قول الأكثرين من العلماء وإنما عليه فقط القضاء بالإضافة إلى التوبة النصوح يجب عليه أن يتوب توبة النصوح ثم يقضي هذا اليوم الذي أفتره بعد إنقضاء رمضان لكن الكفارة أو الفدي هنا لا تسقط عليه هذا اليوم لا هو ما عليه كفارة ليس عليه فديا وليس عليه كفارة وإنما عليه فقط القضاء القضاء والتوبة لأنه رتكب إثما ولكن الكفارة نحن نوضح أن الكفارة على المفتى به أنها تكون في من جامع زوجته عالما ليس ناسيا ومدركا لما يفعل وكان مبيتا لنية الصوم بالليل في نهار رمضان هنا يجب عليه القضاء والكفارة هو فقط أم وعليه التوبة أيضا إذن يجب على الذي جامع في نهار رمضان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى هو والزوجة ثم يجب عليه قضاء هذا اليوم ثم يجب عليه الكفارة والكفارة هنا يصوم ستين يوم متتبعين بالإضافة لقضاء اليوم يعني كده واحد وستين يوم أما الزوجة فعليها قضاء هذا لم يستطع أن يقضي أو يصوم ستين يوم في الحالة دي عليه أن يطعم ستين مسكين والزوجة عليها قضاء يوم واحد فقط والتوبة طيب المرأة الحامل النهار دا في بعض الشيوخ أباحوا ليها أو أتاحوا ليها أن هي تفتر في أيام حملها والمرأة المردعة كمان طيب حكم بقى أن هم يعوضوا الأيام دي هل يعوضوا الأيام دي ولا بيطعموا مسكين على كل يوم تمام بالنسبة للمرأة الحامل أو المرأة المرضع نحن نوضح أمرين أول أمر أن هي يجب عليها أن ترجع أو أن تلجأ إلى الطبيب المختص تسأله هل في صيامها ضرر عليها أو على جنينها إن أخبرها الطبيب بأن هناك ضرر يقع عليها أو على جنينها ففي الحالة دي تفتر ثم بعد ذلك عليها فقط القضاء وليس عليها الكفارة ولا يجوز لها أن تخرج فدية الصيام لأن فدية الصيام إنما تخرج عن المريد مرضا مزمنا يستحيل معه أن تصوم مرة أخرى أو عن الكبير في السن الذي تلحقه المشقة في صيام ففي الحالة دي يخرج الفدية أو مثلا عن المسافر الذي توافرت فيه شروط الصفر يعني كانت مسافة الصفر 83 كيلو ونصف الكيلو تقريبا في الحالة دي ما بعدها يصبح لها الفدية يفتر ما بعد هذه المسافة بعد 83 كيلو ما يساوي هذه المسافة فما فوقها ففي الحالة دي يفتر ويقضي له رخصة في الفدية نعم له رخصة ويقضي بعد ذلك فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أنا سمعت بقى يعني في كذا مرة حده مثلا قال أنه يعني ينفع أن هي تدي تطعم مسكين على كل يوم مع تعويض الأيام والبعض الآخر قال تطعم مسكين بس والبعض الآخر قال لأ يعني ممكن المستقر المستقر في الفاتوى أنه عليها القضاء فقط عليها أن تقضي هذه الأيام فقط دون أن تخرج الفدية أو أن تخرج الكفار لا كفارة عليها ويا في دين حتى لو بعد مثلا بعد الرضاعة بعد الفترة دي وكمان الرضاعة ساعة كثيرة دا كاترة يقولوا على المرأة أن هي تفتر في الأيام دي فحتى بعد الأيام دي لو بعد سنتين من الرضاعة والحمل ممكن أن هي تعود لأيام دي مدام العذر قائم لا منع يعني عذر الرضاعة موجود عذر الحمل موجود ما فيش منع إذا تأخر الصيام ولكن إذا انتهى العذر ففي الحالة دي يجب عليها أن تقضي في أسرع وقت قبل العام التالي يعني الحمد لله هي قامت بالولادة ووضع الجنين أو إن شاء الله بفضل الله تمت إرضاع الجنين وطبيب قالها خلاص ما فيش منع أن تنقطع الرضاعة أو ينقطع الرضاعة ففي الحالة دي نقول لها إبدأي بقى صومي في أسرع وقت لأن دين الله أحق بالقضاء فيجب عليها أن تقضي شكرا شكرا جزيلا شيخ محمد تنطوي أمين الفتوى لدار الإفتاء المصرية شرفتنا ونورتنا وأفدتنا يعني ردينا على أسئلة كثيرة قوي يمكن كلنا كان عندنا تسألات كثيرة حولها حول ما يبطل الصيام وما لا يبطل الصيام شكرك مرة تانية يا فندي